المؤشر الذي يأخذنا إليه هذا الموضوح هو أن نيتنياهو كلما اقترب العالم من حل لهذه المقتلة ولهذه الحرب يأخذنا نيتنياهو إلى مزر جديد بحق الشعب الفلسطيني ثم يتذرع بأن هناك عناصر من حماس أو قادة من حماس بين المدنيين الحقيقة هي أن نيتنياهو يريد أن يعطل كل الجهود التي تكون على أرض الواقع يعني بعد خمس أيام كان يجب أن يكون هناك لقاء في القاهرة أو في قطر لاستكمال الصفقة يتحدث عن خمس نقاط خلافية ما بين بعضهم البعض العالم بالتالي تأتي هذه المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل أي مصار له علاقة بوقف الحرب ترجمة نانسي قنقر